موسيقى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها الصحوانت يتساءل اجتماعات السفينة تفشل للمرة الرابعة هل تغرق المفاوضات؟ الصحافة العربية تتحدث عن اتفاق لا يشمل الأحياء يمكنه أن ينجح بين اليمنيين وفي أخبارنا المنوعة كويتية تطلب الطلاق بعد ثلاث دقائق فقط من الزواج أهلا بكم وضع أطباء مدينة تعز أمام طريقين لا ثالث لهما إما أن يغادروا مدينتهم ويتخلوا عن مرضاهم أو أن يظلوا إلى جوار منتظروا تخرجهم من كليات الطب هناك طريق ثالث بدأ يشقه القتلى هو طريق الواقع حيث من الممكن أن تجد طبيبا وقد لطخط الدماء بفعل قاتل لم يعد مجهولا ووفقا لموقع قناة بلقيس استشهادوا الطبيبة برصاص مسلح موال لميليشيا الحوثي في تعز وقال موقع بلقيس أن الطبيبة هبا نبيل معجب لفظت أنفاسها الأخيرة برصاص مسلح موال لميليشيا الحوثي غرب مدينة تعز بعد اعتراضه لسيارة كانت على متنها مع أفراد أسرتها في منطقة الربيعي وتحدث مصدر محلي محرري موقع بلقيس مؤكدا أن الطبيبة تعمل في الوحدة الصحية في منطقة حذران واستشهدت أثناء عودتها من منطقة هجدة وفي ذات السياق تعهد قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري باستكمال عملية تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي وضبط الأمن في المناطق المحررة وقال الصبري إنه لا مكان للخارجين عن القانون في تعز مضيفا أن مشروع تحرير المدينة وضبط الأمن فيها ضمن أولويات السلطة المحلية وقيادة المحور يعلق موقع الصحوانات حول المفاوضات المتعثرة والتي تجري بالقرب من شواطئ الحديدة ويعنن الموقع اجتماعات السفينة في البحر الأحمر تفشل للمرة الرابعة هل تغرق المفاوضات؟ وقال الموقع إن الاجتماع الرابع للجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة قد فشل وقالت مصادر مطلعة إن ممثلي الحكومة اليمنية غادروا السفينة التي تجري فيها الاجتماعات دون تحديد موعد لاستئنافها ولم يتوصل الاجتماع إلى خطوات عملية لتنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وحمل الفريق الحكومي ممثلي الحوثي الذين رفضوا البحث في آليات تنفيذ وقف إطلاق النار مسؤولية إخفاق جولة التفاوض الأخيرة ويرى مراقبون يمليون أن اجتماعات السفينة لن تحقق أي نتائج لا سيما وأن بنود اتفاق السويد واضحة ولا تحتاج إلى تفسيرات أو مشاورات ونحن لا نحيي اليوم ذكرى ثورة فبراير إنما نحتفي بذكرى انطلاقها فهي لم تموت بل تزال تنتقل من محطة إلى أخرى لاستعادة جمهورية الشعب هذا جزء من مقال كتبه وليد علوان ونشره موقع المصدر أونلاين مضيفا لم يقم ثوار فبراير ضد صالح لشخصه إنما ضد مشروعه العائلي الذي تقوقع فيه المشروع الحوثي الإيراني وكانوا قد أغروه وبنيه بملك لا يبلى وألبوه ضد مناوئي مشروعه الحالم والذين كانوا في الحقيقة عوائق أمام حلمهم هم في استعادة الإمامة حذره العقلاء في المؤتمر قبل غيرهم فاستخف بهم وأقصاهم وحاول تفسيره الحريصون على البلد فاستخدم نصائحهم مادة للتحريش ونغمة للرقص على رؤوس الثعابين كان صالح شديد الثقة بذكائه وراح مؤمض العينين يلتهم مقدرات الدولة كوقود للسير في طريق حلمه الواهم حد أنه اشترك كما يؤكد مطلعون في مخطط للانقلاب الصواري عليه لصالح نجله بمشاركة الحوثيين وبرعاية من شهر متكي وزير الخارجية الإيراني الأسبق عام 2009 والذي أحبط بفعل تنبه الوطنيين في المؤسسة العسكرية والأمنية لم تكن ثورة فبراير وليدة يومها بل كانت نتيجة تراكم نضالي جاد ومسؤول لمختلف الفعاليات الوطنية منذ العام 97 لكن رياح الربيع العربي أشعلت جمرتها فثارت محاولة السعادة الدولة من يد عائلة حمقاء تحركها عصابة خطيرة تتربص بالجميع شارك الحوثيون بخيمة يتيمة في ساحة الثورة على سبيل التمويه بينما كانت جحافلهم في مهمة استلام المعسكرات في المحافظات البعيدة بالتنسيق مع صالح وحين آلت الأمور إلى خلع صالح راحت أيديهم تتشابك مع يده لتحريك دفة الثورة المضادة لسنا معنيين بصالح الآن فقد آل إلى مصيره العادل الذي لطالما حذر منه وأما الحوثيون فقد كانوا واجهة المشروع الإمامي ومحرك مشروع التوريث كانوا بندقية قمع ثوار فبراير وجهاز الثورة المضادة وضدهم بالأساس قامت وستستمر ثورة فبراير تتحدث الأمم المتحدة عن فاوضات لإطلاق المعتقلين والذين تجاوزت أعدادهم الآلاف لكن في الواقع ما تزال الاعتقالات تجري كل يوم وعن هنا موقع عدن الغد اختطاف أكثر من مئة مواطن قبل ميليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء يقول الموقع إن ميليشيات الحوثي داهمت عشرات المنازل وقامت بحملة اعتقالات واسعة للمواطنين لأبناء قبيلة آل مجل منطقة الضحاك والعيوف ومشعبة وتم اختطاف أكثر من مئة وستة مواطن حتى الآن وتحدث الأهالي عن انتهاكات تعرضوا لها حيث شاهدت المنطقة إطلاق الرصاص الحي وإرهاب الأطفال والنساء ومحاصرة الكثير من المنازل والتهديد بتفجير المنازل كل هذه الاعتقالات أتت عاقب انفجار عبوة بدورية قائد الأمن المركزية التابعة لميليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء المدعو أبو منذر الصعدوي وإصابته مع ثلاثة من مرافقيه بإصابات خطيرة ومصرع ثلاثة آخرين وإعطاب الدورية في أحد الطرقات الصحف العربية فقد تحدثت عن المباحثات وقالت إن هناك اتفاق ممكن أن يكون ناجحا بين اليمنيين ولكنه ليس من أجل الأحياء بل الموتى وعنونت صحيفة الشرق الأوسط اتفاق لتبادل جثث القتلى بين الشرعية والحوثيين وقالت الصحيفة إن وفدي الحكومة اليمنية الشرعية والجماعة الحوثية المجتمعين في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة توصل إلى اتفاق لتبادل جثث القتلى من الجانبين وذكرت مصادر حكومية في عمان أن الوفد المفاوض توصل الاتفاق مع الجماعة الحوثية بشأن تبادل الجثث للقتلى يتضمن ثلاث مراحل ويشمل ألفي جثة من قتلى الطرفين وكان ممثل الحكومة والجماعة الحوثية بدأوا الأربعاء الماضي نقاشات حول هذا الملف بعد أن انتهت النقاشات حول الأسرة والمعتقلين بتقديم القوائم لتمحيصها وإبداء الردود عليها تمهيدا للاتفاق النهائي وقالت المصادر أن المرحلة الأولى الخاصة بتبادل الجثامين ستبدأ بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء المشاورات الجارية حاليا في عمان والتي من المتوقع أن يتم تمديدها حتى التواصل إلى إقرار القوائم النهائية وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق بحسب المصادر تبادل جثث القتلى الموجودة لدى كل طرف في ثلاجات المستشفيات فيما تتضمن المرحلة الثانية تبادل الجثث المدفونة في المقابر البعيدة عن أماكن المواجهات والتي ستستمر شهرين من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وفي المرحلة الثالثة سيتم تبادل الجثامين المدفونة قرب خطوط التماس في مختلف الجبهات وهي مرحلة غير محددة بفترة زمنية لاقترانها بتوقف المعارك لن توجد جمهوريتك يا سقراط تحت هذا الأنوان كتب عزيز الحداد مقاله في القدس العربي مضيفا من الحكمة أن تساهم الفلسفة في تدبير الدولة المدنية ثم تلتزمات سياسية تنيرها الفلسفة أو حتى قد تكون الفلسفة سببا في ضرورتها ولكن الفلسفة والسياسة متمايزتان فالسياسة تهدف إلى تحويل الأوضاع الجمعية فيما تسعى الفلسفة إلى طرح مشكلات جديدة للجميع تتعلق بالنضال السياسي المباشر أما أن يقال للفيلسوف لن توجد جمهوريتك في أي مكان فسيجيب قائلا على لسان سقراط في كل الأحوال لعلها ستوجد في مكان ما غير بلادنا فالفلسفة لا تعبر عن نفسها إلا في دولة الحرية حيث يصبح التزامها التزاما سياسيا أي التزام مواطن يشعر بأنه لم يعد غريبا يمشي في طرق الصمت بل يساهم في بناء المشروع النهضوي ليس بمعنىه الفلسفي لكن بمعنىه العقلاني ما لم نحتفل بميلاد الفكر الفلسفي في آفاق السياسة المدنية فإن الانحطاط سيظله شعار المرحلة بيد أن تشبث بالانحطاط باسم الدين يمكن اعتباره هو الفكر بعينه لأنه يستغل الكذب في الدين الواقع أن الفلسفة هي الشكل الأسمى الذي تؤكد فيه الحقيقة وجودها ولذلك فإن التي اضطهدت الفلسفة تحرم الحقيقة من الوجود ثم تهاجر كطائر جريح يتذكر مأساته مع الفلاسفة الذين حكموا بتهمة الزندقة ومع ذلك ظلوا حكماء وبما أن المسافة بين الحكمة والزندقة تمتد من القرون الوسطى إلى يومنا هذا فينبغي صياغة إشكالية التوفيق بين الحكمة والزندقة بدلا من إشكالية التوفيق بين الحكمة والشريعة من أجل تدمير العقل الأسطوري والقضاء على أوهامه فبأي معنى يكون العقل الأسطوري هو مبدع للزندقة وما علاقته بالحكمة والحقيقة ولماذا ظل يسيطر على الأرواح الثيولوجية إلى هذا اليوم وما قيمة هذا الكتاب في هذا الزمن الردي تحدثت صحيفة الأيام عن مخزون كبير من القمح والمواد الغذائية يكفي ملايين المواطنين ولكن ميليشيا الحوثي تحتجزها وتمنع الوصول إليها وعنوانة الأيام مساعدات تكفي أربعة ملايين يمني عرضة للتلف في مطاحن الحديدة حيث أبدى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قلقه البالغ لعدم قدرة الأمم المتحدة منذ سبتمبر 2018 الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة والتي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف شخص لمدة شهر وقال لوكوك إن كمية الحبوب تلك مخزنة في صموعمع بمطاحن البحر الأحمر منذ أكثر من أربعة أشهر وقد تتعرض للتلف فيما يشرف نحو عشرة ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة ولا أحد يكسب من ذلك الوضع لكن ملايين الجوعة يعانون وذكر بيان صحفي الأمم المتحدة أن القوات الموالية لجماعة الحوثي رفضت السماحة للأمم المتحدة بمبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى المطاحن وأضاف البيان الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني يوسعون نطاق عملهم للوصول إلى 12 مليون شخص بالمساعدات الغذائية الطارئة بما يزيد بنسبة 50% عن أهداف عام 2018 وفي ترجمة خاصة لقناة بلقيس عنوان صحيفة لابغيس الكندية حول الأوضاع في اليمن اليمن تسوية أولية لعادة انتشار المقاتلين وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغيريك قبلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون تسوية تمهيدية للبدء في عادة انتشار المقاتلين في الحديدة وفتح ممرات إنسانية تم التوصل إلى هذا الحل الوسط بعد أربعة أيام من المناقشات على متن سفينة قرب الحديدة بقيادة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة السارية منذ ديسمبر وقال المتحدث إنه سيتم تقديمها من قبل الطرفين إلى قادتهم وسيتم بحث المزيد من المحادثات مع كلا الطرفين في الأسبوع المقبل من قبل الأمم المتحدة بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عمليات إعادة الانتشار وقال ستيفان دوغيريك على مدى أربعة أيام عميت الأطراف معا بشكل بناء لحل القضايا المتعلقة بإعادة انتشار القوات المتبادلة وفتح ممرات إنسانية وأضاف ومع ذلك لا تزال هناك تحديات أمامنا خاصة بالنظر إلى تعقيد خطوط المواجهة الحالية كلا الطرفين قد أعطي التزامهما الراسخ بمراقبة وتقوية وقف إطلاق النار المعمول به منذ الثامن عشر من ديسمبر من سينتصر؟ الإمارات أم هادي؟ تحت هذا العنوان كتب علي الذهب مقاله في صحيفة العرب الجديد يتردد هذه الأيام ومن دون إثارة الجدل حوله أن الرئيس هادي تمكن من إعداد ثلاثة عشر لواء ضمن قوات الحماية الرئاسية بل نحو شهرين تجرأ هادي فبادر إلى إرسال لجان حصر للقوات التي تخضع للقيادة الإماراتية في الساحل الغربي المعروفة إعلاميا بألوية العمالقة والمكونة من مقاتلين دوي ميول سلفية تقاتل الحوثيين ببندقية وتدخل أخرى لمعركة قادمة قد يكون هادي ضمنها خرجت لجان الرئيس هادي بحصر لواء واحد وضمه إلى قيادة الجيش وهي محصلة ضئيلة جدا إذا ما قيست بعشرين لواء تديرها الإمارات في الساحل الغربي والجنوب بمعزل عن الرئيس هادي جنوبا ذهب هادي إلى دمج قوات النخبة الحضرمية التي كانت موالية للإمارات في قوات الجيش الوطني وتمكن من ذلك بدعم سعودي ولكن بشروط إماراتية القتال في الحديدة متوقف بقرار دولي فيما لا تزال شحنات الأسلحة ومعدات القتال تصل إلى عدن والمخة باعا وهناك نشاط عسكري ملموس لقادة وقوات الحزام الأمني يبدو أننا أمام منعطف له ما بعده فهل سيتمكن الرئيس هادي من استكمال وضع قدميه على أرض صلبة أم أنه سيغادر المشهد قبل ذلك وعلى نحو ما يرسمه له قادة الإمارات وحلفائهم في الجنوب حتما لن تكون نهاية هادي سهلة كما يتوقع خصومه كما أن تبعات أي مغامرة من هذا النوع ستفتح الحرب على مصاريع كثيرة هل بدأ الإنسان حقا بغزو الفضاء بعيدا عن الدراسة والتقييم حيث أصبح يمكن لرجال الأعمال أو أعمال السفر إلى الفضاء فريتشارد برانسون يستعد للسفر إلى الفضاء وتنقل صحيفة الحياة اللندنية ما قاله البليونير البريطاني برانسون من أنه يخطط للسفر إلى الفضاء خلال الأشهر الخمسة المقبلة في مركبته الفضائية الخاصة فيرجين غالكتيك وأضاف رئيس مجموعة فيرجين في تصريح أمنيتي أن أذهب إلى الفضاء في مناسبة الذكرى الخمسين لهبوط الإنسان على سطح القمر وهذا ما نعمل عليه وفيرجين غالكتيك هي واحدة من شركتين إلى جانب بلو أورجين التي تستعد لإرسال ركاب إلى الفضاء لبضع دقائق فقط وتريد هاتان الشركتين إرسال مئات بل آلاف الأشخاص في الرحلة القصيرة دون المدارية ويقود المركبة المسمى سبيس شيبتو رائداني وسيكون باستطاعتها حمل ستة ركاب إضافة إلى الرائدين وكان برانسون قد حدد في السابق مواعيد لهذه الرحلة الأولى إلى الفضاء إلا أنها كانت تمرد دون أن تتم الرحلة لكن هذه المرة يزعم رجل الأعمال أن التحضيرات أصبحت في مراحلها النهائية وقال بحلول يوليو سنكون قد انتهينا من الاختبارات لا نريد دقديم وعود لن نفي بها أحتاج إلى الانتظار ليصبح فريق العمل مرتاحا مئة في المئة لا أريد أن أضغط عليه عرفت إحدى المحاكم الكويتية واقعة طلاق غير عادية حيث أصرت امرأة الكويتية على طلب الطلاق من زوجها بعد مرور ثلاث دقائق فقط على عقد قرانهما ما أثار الكثير من انجدل ووجد الخبر طريقه إلى الانتشار في عدد من الصحف والمواقع حيث عنوان موقع دويتش فيليها الألماني كويتية تطلب الطلاق بعد زواج دام ثلاث دقائق لهذا السبب وقال الموقع في واقعة غريبة طلبت سيدة كويتية الطلاق بعد ثلاث دقائق فقط من زواجها وذكر موقع كويت نيوز أن هذه الزيجة هي الأقصر في تاريخ الكويت بعد أن وافق القاضي على إبطال الزواج قبل مغادرة الزوجين نفس القاعة حيث تم عقد القران وبمجرد إتمام الزوجين مراسم زواجهما تعثرت الزوجة وهي تهم بالخروج صحبة زوجها الذي سخر منها بدل مساعدتها على استعادة توازنها بل الأكثر من ذلك وصفها بالغبية تصرف الزوج أثار غضب الزوجة التي طالبت من القاضي إبطال عقد زواجهما صور عديدة توثق لحظات حميمية التقطاها مصور صحيفة الڭارديان البريطانية نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم موسيقى ترجمة نانسي قنقر ماذا تقول لنا رشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف نتابع بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى اختام حلقتي هذا اليوم شكرا على المتابعة إلى اللقاء